السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة حلوية للا سعيدة اليوم غدي نوجد معكم ملوي لي كي جي مورق وكي جي شيش انتم ما كتشوفو كي كي جي وكي جي رطب وبنين ما كيستاش شد ليك بزاف نخليكم مع طريقة ديالو فرجة ممتعة نحتاج جوج زلافة ديال دقيق الفورس زلافة ديال الفينو شوية الملحة على حسب الضوك والماء بارد عادي باش نعجن العجينة نخلط الطحين الفورس مع الفينو كندير شوية الملحة على حسب الضوك ونخلط العجينة بالماء حتى كنت تخلط ليم زيان كتكون العجينة متوسطة ما تكونش قاسحة بزاف ما تكون شي جارية نبقى نعجنها مزيان نبقى نزيد الماء بشوية بشوية نينية قانوة كنتمز اللغة نبيخ ونقش نبقى نخلط الطحين نظيف نزيد الماء حسب الماء نزيد الماء نزيد الماء نزيد الماء نضيف نصف الزيت و نضيف العجينة و نضيف الملوي إذا كانت الصيف فأنا نضيفها في التلاجة و نضيفها في الكوزينة نضيفها بسلوفان و نضيفها حتى نضيفها و نضيف الزيت و الزبدة و الفينو و نضيف الخميات الحلوة و نقطع كوائرات المتوسطين و نضيف المتوسطين نضيف الملويات نضيفهم في مطلقة هذي نبدأ نشكل دابا الملوي كنرش الزيت فوق سطح المائدة ونبقى نورقها مزيان حتى تلقاق انتما كما تشوفو كيساعدني وكيجي الى السيك كمشي كيبغيت وكنت هنا بغادي كالزبدة والزيت اللي خلطت ونرش شوية الفينو ونطويه واحد شوية في الجناب ونعود نطويه نرش شوية الفينو والزبدة ونطويه مرة اخرى ونبقى نلويه مزيان كي يكون دابا مطوي شحال منطوية كنعود نرش الزبدة والزيت ونرش شوية الفينو ونبقى نلويه مزيان وانا كنلويه وانا كنجبه وانا كنوطع لها من الفوق باش تعطيني ذاك الشكل دائري نعود وحده ثانيه كي ما قلت لكم كي يساعد من اللي كي يبطف معجون حتى الصباح عاد كالطيبه كي يساعد مزيان وكي يعدب موالو وكي يتقطعش كنرش الزبدة والزيت ونرش شوية الفينو سوف ندلها كي مدرة الملوية من الأولى ونستمر على الطريقة حتى نسالي الملوية ديالي وندز معاكم باش نطيبوهم اشتركوا في القناة 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 شكرا